اشتركوا في القناة في رومانيا عواقب وخيمة على مشروع رغبة رومانيا في الانضمام لفضاء شنغان هذه الاخيرة التي تتقسم الحدود مع بولغاريا التي تعاني هي الاخرى من الفساد والرشوع المفاوضية الاوروبية تتابع تطور الاحداث في رومانيا باهتمام كبير كما انها شددت على ضرورة احترام القانون واتباع النهج الديمقراطي في رومانيا هل رومانيا دولة ديمقراطية طبعا هي جزء من الانتحاد الاوروبي ولها نفس القيم الاوروبية وسنثبت ذلك لاشقائنا في اوروبا في الاسباع القليلات الماضية قمتم باعلان مرسو منطاري هل رومانيا في حالة حرب كلا ليست في حرب لكنها تعيش في ازمة نحن نفتقد لثقافة الحوار بين القوى السياسية كما اننا لا نستطيع تجاوز الخلافات البسيطة بين هذه القوى لو كان الامر كذلك لتجاوزنا الصراع السياسي الذي يحصل الان الصراع بينكم وبين الرئيس اثر سلبا على سورة رومانيا وقد يؤثر هذا كذلك على انضمام بلدكم لفضاء شنجن سيكون ذلك مؤسفا لقد قمت انا والرئيس تراين باشيسكو باحترام كل المتطلبات التقنية احترمنا كذلك كل المعايير لنكون في مكان قوة لقد احترمنا معنى ان تكون لك حدود في الاتحاد الاوروبي من المؤسف ان تعقب رومانيا وبولغاريا رغم انهما احترمتا كل القواعد المطلوبة للاندمام الى مجال شنجن ستعلن المفوضية الاوروبية نهاية هذا العام تقريرا مفصلا عن الاوضاع في رومانيا ما هي رسالتكم الى بروكسل الرسالة القوية هي ان رئيس المفوضية الاوروبية ايمانوال بارودزو شدد لنا على ضرورة احترام احدى عشرة نقطة وايجاد حل لها قمنا بمعالجة سبع او ثماني في اسبوع واحد لذلك بامكاننا معالجة كل السلبيات المتبقية لقد فهمنا رسالة المفوضية الاوروبية وتعاملنا معها بايجابية نحن مستعدون لوضع كل الامور في مسارها الصحية واشنطن وبروكسل قلقتان ازاء الوضع في بلدكم هل تحترمون حاليا قرارات المحكمة الدستورية طبعا البرلمان يحترم كل قرارات المحكمة الدستورية ويعمل على تنفيذها كل شيء سيكون كما قرارته هذه الاخيرة نحن نأمل في ان تصل نسبة المشاركة الى 50% في الاستفتاء القادم اريد ان اركز كذلك على ان البرلمان والحكومة يحترمان كل قرارات المحكمة الدستورية ما هي اسبب انتقادكم للرئيس ولماذا تريدون التخلص منه سأجيبكم بسهولة 80% من سكان رومانيا يريدون التخلص من الرئيس لكن هذا ليس بالجواب السياسي المشكلة الحقيقية هنا تتمثل في الاختلاف الكامل بيني وبينه في جدول العمال الرئيس تريانك باشيسكو اعتمد جدول اعمال مختلفا يتمثل في عدم احترام التقشف كما انه قام بتسيس جميع مؤسسات الدولة وعطاء الحماية الكاملة لحزبه لقد تحصلنا على دعم كبير من طرف المواطنين في الانتخابات المحلية الاخيرة والتي اجريت في العاشر من شهر يونيو الماضي انتخابات قدم فيها المواطنون دعماهم لسياسة اخرى تتمثل في التقشف في الميزانية وضرورة احترام اتفاقياتنا مع المفوضية الاوروبية لكن ايضا ايجاد حلول للنمو وتوفير مناصب الشغل واعتقد ان هذا هو الاتجاه الجديد للاتحاد الاوروبي لكن رومانيا شهدت خلال العام تظاهرات عديدة مناهضة لسياسة التقشف الا تعتقدون بان تلك الاجراءات صعبة نوعا ما وهل تلك المظاهرات كانت مرتبطة بالاتفاق المبرم مؤخرا مع صندوق نقد دولي طبعا نحن نحترم 100% اتفاقياتنا مع صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية وهذا امر طبيعي المفوضية الاوروبية قلقة اذا اتعينكم لمفتش رسمي كيف تردون على ذلك الاغلبية الجديدة في البرلمان ستقوم بتعين مفتش رسمي ويكون ذلك باتفاق جميع الاحزاب السياسية لماذا حاولتم بمساعدة الحكومة الاتلافية تغيير 6 من اصل 9 قضاة في المحكمة الدستورية لقد انتشرت هذه الاشاعة في مختلف الجرائد ولقد قمت باصدار بيان رسمي من الحكومة والتحالف يتعلق باستقلالية القضاة التسعة وبالمحكمة الدستورية لذلك كل هذا اتهام سياسي هذه مسالة خطيرة لذلك تصرفت بسرعة كبيرة كي لا اترك اي مجال للشك لماذا اردتم تغيير القانون الانتخابي شهورا قليلا قبل الانتخابات لقد كان ذلك بمبادرة البرلمان لكن المحكمة الدستورية اعلنت عدم تغيير القانون خلال هذا العام ونحن سنحترم هذا القرار في تشرين الثاني نوفمبر المقبل ستجرى الانتخابات وفقا للقانون الذي تم اعتماده في عام 2008 صديقكم هو رئيس الوزراء السابق السيد ناستازي حكم عليه بالسجن لذلوعه في قضايا فساد هناك من يقول ان الصرع الحالي جاء لتخلصي من الرئيس وتنصيب رئيس جديد ثم الحصول على عفو رئاسي لصديقكم ناستازي السيد ناستازي لم يكن صديقي لكنه كان من بين احسن الذين تعاقبوا على رئاسة الوزراء في رومانيا الان وقد ادانته المحكمة طبعا سيقضي عقوبته في السجن لان السيد انتوليسكو اعلن وبكل صراحة انه لن يقدم العفو لجميع الاشخاص هناك من يقول انكم تقومون بنسخ بعض الصفحات وكتاباتها في مذكرة الدكتوراه الخاصة بكم لقد احترمت كل المعايير الرومانية منذ عام 1999 هل ستستمر مكافحة الفساد؟ البعض يقول انكم تريدون تغيير رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الرشوة جميع المدعين العامين سيواصلون عملهم الى غاية انتهاء المدة المحددة ثم ستكون هناك تعينات جديدة تعينات ستكون مبنية بالدرجة الاولى على الشفافية كما انها ستخذع لمراقبة المفوضية الاوروبية شكرا للمشاهدة